إذا ما نروح شوية نحكي أكتر عن السيدنتري تايم يلي هي نحنا أدي عن جد الوقت عم نقعد وشو الحلول المطروحة خلو نشوف سوى هيدا السورة اللي بتوضح لنا أكتر عن الأسباب أو المخاطر يعني نحنا نقعد بخلال أو هيك يمكن بعد الأرقام شو بتقلنا عنا؟ بتعرف الأرقام عن جد تخويف يعني أرواع 90 بالمية من الشباب و 92 يمكن أن يموت أكتر 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 الأشخاص اللي بيحركوا أكتر بيقعدوا أقل بيعيشوا أكتر بكتير من الأشخاص اللي بيمدوا حياتهم قاعدين وهو أربع رابع إذا بدك أكتر فاكتر بيقتوا الناس بالعالم يعني تخيل قديش وعندك 3.2 مليون موت حداً عم بيموت بالسنة من ورا هيدا العامل اللي عن جد نحن عميشوا صح والبيخوف أكتر منه أنه حتى لو شخص بيعمل سبور إذا عن جد عميقعد وقت طويل سبور ما بيشيل هيدا المفعول للجلوس ما بيعود ما بيعودهم ما بيعودوا بعض طب هيت الحال الجلوس بأدي للنصاحة للسكرة لأمراض السرطان أمراض القلب والموت المبكر هيدا يعني حصائيات فنقول صح صح هاي المخاطر بدنا حلول شو بدنا نعمل كرميل ما يصير فينا هيك أكيد ما ندخل بهيدا الليستة أهم شيء أول شيء نقول أنه أكيد لازم يكون في واحد ينتبه للموضوع أنه كأنه حداً عم بيدخن يعني كأنه حداً عم تطلع حتى نشوفه قاعد كأنه عن جد حداً قاعد عم يدخن على مدى بعيد يعني على مدى طويل عم يقعد كأنه حداً عم يدخن وميقزي صحته فما نطلع فيه من هالمنزار ونحن أجسامنا ما نعمل يتلح تنقعد ما نعمل يتلح تنقعد نحرك المفاصل طبعنا كل جسمنا نعمل بهذه الطريقة أول شغلة فينا نعملها هي كل شخص عنده تليفون ومبدئياً كل التليفونات بيعدوا ستابس اللي بنعملون فأنا أول ما أقوم وبلش أمشي وتليفوني معي بيبلش وينعدوا ستابس بسحط هدف معي أن أمشي ألفان ستاب بنهار برجع بحطه خمس تلاف برجع بحط عشرة تلاف ستاب بنهار بمشي شوية شوية بس حط هيدا الهدف الصغير بيصير عنده تحفيز قوم أمشي تاب هالشخص اللي عم بحقق هدر هدف هكون ممنون من حاله هالامتنين أو الشعور بالامتنين هكون موجود؟ بتعرف لما يعرف هالخطر اللي عليه الموجود عليه ويعرف أهمية حياته وأهمية حياته للناس اللي حواليه أكيد رح يبلش ياخد هالخطوات وفي كتير قصص قادر يعملها قادر بس يدق تليفون وما يرد على القاعد يقوم يرد ويمشي هو عم يحكي قادر حدا جاي عم يحكيه على مكتب وعم يحكيه بالعمل يوقف ويحكي مع الشخص قادر مثلا عم بشرب قهوة مع صديق فيه يمسك ببيت القهوة ووقف أنا عم بمشي نبلش نختصر من القصص اللي نحن عم نعملها نحن وقاعدين ووقف وفيه بشركات برا لأنه عن جد عم بيدوع الموضوع على مخاطره وتكلفته للشركات صاروا يعملوا داسكس بيعلو يعني مكتب أنت بتكون قاعدة عم تشتغل قادر توقف وتكفل وشغل مع طريقتك بالعمل مية بالمية خلينا نفوت من هاي الحلول اللي طرح بأكتر على هشعر بالجريتفلنس فينا نقول أو الامتنان يلي موجود بين الأشخاص أو حتى بالشركات أو أماكن العمل فينا نقول ترجمة نانسي قنقر